السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم انا حازم كيفية استرداد حساب السناب شات اذا كنت ناسي رقم الهاتف وناسي الاميل او ضاعوا منك او فقدت الهاتف او اي شيء اخر هنتكلم النهاردة عن طريقتين الطريقة المناسبة لك استخدمها الطريقة الاولى للناس اللي مازالوا متذكرين الباسورد او كلمة المرور الطريقة التانية للناس اللي فقدوا كل شيء حتى كلمة المرور اول ما بنفتح التطبيق ونروح على تسجيل الدخول يطلب مننا رقم الهاتف او البريد طبعا احنا فقدناهم فبنعمل ايه فبنكتب اسم المستخدم طيب انا كمان مش فاكر اسم المستخدم في صديق انت بتتواصل معاه بتخلي يعطيك اسم المستخدم او اسم عشان تكتبه هنا انت تواصلت معاه من خلال الرسائل وبعدين تكتب الباسورد او كلمة المرور وبتسجل دخول بمنتهى السهولة طيب الطريقة التانية للناس اللي فقدوا كمان كلمة السر واصبح لا ليهم وصول على الايميل ولا ليهم وصول على رقم الهاتف وكمان ما لهمش وصول او مش متذكرين كلمة السر بنروح للطريقة التانية وهي دعم سناب شات بنبحث عنه على جوجل بنكتب دعم سناب شات وبصهر لنا الصفحة دي او هسيب لكم الرابط في الوصف وبعدين بننزل على تواصل معنا بنكتب هنا بنختار لا يمكنني الدخول الى حسابي بنختارها بعد كده بنختار نضغط على نسيت كلمة المرور تمام وبعد كده هو هنا بدينا معلومات اذا كنت نسيت كلمة المرور احنا ممكن نرسلك الكود على البريد الالكتروني اذا كان لديك الهاتف او البريد الالكتروني فطبعا احنا هنا ونضغط هل تحتاج مساعدة بخصوص شيء اخر فبنضغط على نعم لان المعلومات دي مش كفاءة لان احنا كمان فقدنا البريد وفقدنا رقم الهاتف فبنكتب هنا اسم المستخدم الخاص بك وبتكتب هنا البريد الالكتروني ورقم الهاتف وبعدين بتكتب هنا اي معلومات خاصة بالحساب انت تتذكرها مثلا اصدقائك رسائل لاشخاص اللي كنت بترسلهم تواريخ صور انت رفعتها تواريخ تغيير مثلا صور انت غيرت الحساب صورة الحساب اي شيء متعلق بالحساب بتحاول تكتبه هنا قدر المستطاع وبعدين بتضغط على ارسال بعدين بتتغطى الكباتشة دي وبعدين بتضغط على ارسال وبيردوا عليك من خلال البريد الالكتروني وطبعا حاول تكتب بريد الالكتروني يمكن الوصول اليه علشان يوصلك رسالة عليه وده كان شرح بسيط يا ربي يكون الشرح افادكم اشتركوا في القناة